اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة من علاقات راسخة في تاريخ البلدين مؤكدا الحرصة على مواصلة دعم التعاون الثنائي من البلدين بما يحقق مصالحهم المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيسي مجلس الامة بدولة الكويت الشقيقة وذلك بحضور معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب واسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل واسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث رحب سموه برئيس مجلس الامة الكويتي مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة الأصعدة من جهته أعرب رئيس مجلس الامة بدولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك وله العهد على ما يبديه سموه من حرص دائم على دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت في مختلف المجالات